الرز هكون غسلاء 3 كوبايات من الرز الابيض المصري عندنا كمان الفلفل هقطع صغير قوي عندي المستيكل حبهان الزبدة الكبد والاوانس طوم وملح وفلفل وكمون ولمون وخل وشطة ده طبعا تدبيلة حلوة قوي والبقدونس بتاعي تعالوا نشوف كده اول حاجة هعملها هتكون انا عايزة اسوي الرز اه وانا معايا هنا برضو اه عاملالكوا واحد جاهز علشان ايه اه وقت البرنامج عندي دلوقتي هنا اه الروز هعملو اسويه يلا بينا هجيب حتة من الزبدة صغيرة مع شوية الزيت هجيب المستيكة مع الحبهان كده ثلاث وحدات على اتنين من الحبهان كده اتنين ثلاثة نقلبهم كويس مع بعض اهو شوفوا ازاي بعدين عندي عاملة ثلاث كبيات من الروز يعني ثلاث معالق صغيرة من الملح هحطهم وهنقلب كويس قوي 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 يلا اول اقلبه شوية لحد ما ايه احس كده انه اخد اه تحميلة لذيذة خفيفة وهقوم حط المياه هكون مدفية مياه وحطاها ثلاث كبيات روز ثلاث كبيات مياه احنا بنعملها بالويا بعد فترة بتبقوا ايه فهمتوا وحفزتوا خلاص المقدار قد ايه بالزبط مش بتحتاجوا تعايروا بس ايه علشان اللي نبقى دقيقة اه الاول تلاتة عليهم تلاتة وهسيبوا يستوي اهو كده يروح هنا كده عند النار التانية صاحبتنا ونجيب دي تعالوا نشوف ايه اللي انا هعملو دلوقتي خلاص شلت دول مش مشتجاهم هنا يلا بينا هبدأ ان انا اول حاجة عاملها هقطع الكبد والاوانس بتاعتي علشان اعملهم ممكن الناس تحب تعملهم اه تقدمهم وهم بحجمهم بس انا بحبهم يبقوا متقطعين شكلها بتبقى احلى كتير مش عايز احكيلكو قدي ايه احلى اهو استانا ممكن دي بس ايه اخليها كده شوي عشان سخنة قوي ونجيب مع بعض السكينة ويالو الله بينا اهو كده انا مجرد ان الاناسة اقطعها اتنين كده الكبيرة عندي اقوم اقطعها اتنين الصغيرة خلاص مش محتاجة تتقطع ومش بنقطع صغير قوي ليه علشان ما تنشفش انا بحب اه الحاجة تبقى سوسي وما تنشفش معي اوكي فلو لقيت ان هي مش اه مش اه كبيرة مش هقطعها هقطع بس الكبير اهو اهو بس كده جميل قوي 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 والفلفل بقى البتاعي الاخضر انا بحبه جدا جدا ده فلفل رومي مش فلفل حرق خالص تعالي بس ايه مقلعة واحدة احط الملح وهحط الفلفل كده وهديها رشق زيت الزيتون رشة بسيطة خالص وهقوم مقلبة التدبيلة الحلوة دي فيها كلها يا سلام لو قلبتها في التدبيلة اكتر اه يعني قطعة نص ساعة ساعة كده وبعدين اقوم حطاها بقى على النار طبع مش عايز احكي لكم تطلع جميلة ازاي اهو هشوفوا بقى الحلاوة جميل قوي 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 يلا بينا تعالوا نخش على طول في الايه في الشاوي نشويها مع بعض كده وهقوم حطاها معاك زي ما انتم شايفين ونروأ بقى هنا كل الحاجات بكده خلاص بتشال كل حاجة اللي مش محتاجاها نشيلها من هنا